مرحبا معكم كارمي شماس اليوم بدي احكي عن التالتة تسعة عشر ايار مايو اليوم هو اخر يوم او اخر ساعات بتكون فيها الشمس موجودة ببرش الثور لان الشمس رح تنتقل من برش الثور لبرش الجوزاء بتمام الساعة اثنين الى عشرة بعد الظهر التوقيت العالمي يعني الساعة خمسة الى عشرة بعد الظهر توقيت بيروت الصيفي كيف بدي يكون هيدا النهار منبلش طبعا مع موقع الامر الامر بعده موجود ببرش الحمل الناري الاجواء اذا معقولة تكون مختلفة يلي عم بتابعني من القارة الامريكية لانه من الصبح بتكون الشمس صارت موجودة ببرش الجوزاء خلونا نبلش على كله ونشوف كيف بدي يكون هيدا النهار البداية طبعا مع برش الحمل مولود برش الحمل نهار روعة فعم بحكي فلاكيا من القيام الحلوية جدا الامر ببرشك الشمس ببرش الثور تنتقل لبرش الجوزاء يعني بعد بتحلوه اكتر واكتر قيامك ظروفك ساعات هيدا نهار ممتازي من القيام الحلوية جدا في الجزء التاني مش النصف التاني الجزء التاني مشهر ايار مايو ونصيحة تسمع الابراج الشهرية بتلاقي الرابط في وصف هذا الفيديو النهار ممتاز لموليد برش الحمل كلكن محظوظين بشكل خاص موليد 22-23 قدار مارس وموليد 10-19 نيسان أبريل بتقيل لبرش الثور مولود برش الثور اليوم هو بشكل مرحلة مهمة عندك لانه الشمس عم تتركك الامر تركك وبالتالي مش غريب تحس بنوع من نوستالجيا او حنين او شعور بزهق او حتى شعور بالاحباط موليد برش الثور اليوم يمكن تزعلوا وتحسوا حالكم انه شوي زعلنين لانكم عم تودعوا الشمس هالطاقة الحلوة الموجودة عندكم ويلي بيدا برسكن يمكن اكتر هو وجود الامر برش الحمل لكن رح اقلكن انه يوم الاربعاء 20 ايار مايو رح بيكون يوم جميل جدا جدا لالكن فطولوا بالكن غيمة صيف والتعبر يلي اكتر شي لازم يكون حذر هو 28-29 نيسان ابريل هلا الاكثر حظا بكل هالاسبوع واليوم معليش رح اذكره مع انه ما كتير في حزوص هو مولود 16-19 ايار مايو كمل مع برش الشوساء مولو برش الشوساء اليوم بتوصل الشمس لبرشك وعم بتدخل بمرحلة انا بعتبرها مرحلة كتير حلوة ورح تعمل فرق كتير عندك وبتودع هال 30 يوم اللي ما رأوا اللي كانوا ما كتير مثمرين متل ما بدك فيك تاخد اكتر كنت بجميع الاحوال اليوم النهار بيساعد اليوم النهار لطيف نوعا ما اليوم النهار منه عاطل اليوم النهار ما بيضيع لك وقتك على الفاضي بكرة الاربعة مختلف يعني اليوم احلى من بكرة اذا في مسألة بدك اشتغل عليها بهاليومين التلاتي اليوم التلاتة انسب لك بتبقى اكثر حظا نسبيا نسبيا هي 22-23 ايار مايو يلي لازم يكون حذر هو 19-20 حزيران يونيو هذا محوار الامار كمل مع برش السرطان مولود برش السرطان اليوم النهار عنده تقلو وتقلو حلو ليفت للانظار يعني بيلفت النظر للك فما تخاف من هيدا النهار ومن تقلو ومن مسئوليته ومن العجأة اللي انت موجود فيها حتى في احتمال انه الاجواء عندك تكون بعدها ماشي بشكل كتير حلو ومتقدم انت فيها وسباء فيها فاوه قلكن موليد برش السرطان اوه قلكن وفيكن تكملوا باعمالكن عادة طبيعية يمكن الاكثر حظا بسبب تأثيرات المشتري 20-21 طموز يوليو بنتقل لبرش الاسد اليوم مولود برش الاسد بعتبر انهاره كتير مهم انهار كتير حلو انهار ايجابي انهار بيعطي انهار بيدعم وانهار فيه نوع من طاقة خلاقة وطاقة داعني يعني بتعطيك بتعطيك بقوي ما تخافوا من الشمس الموجودة برش الثور قريبا رح تنتقل لبرش الشوساء ورح بتكونوا تدخلوا بموقع افضل المهم نركز على اليوم التالتة اليوم نهار كتير حلو لالكن ايجابي وبتلاقوا يلي انتوا بتكونيه طلبوا وبتلاقوا يلي اكتر شي معقولي حس حاله تعبين هو 24-25 طموز يوليو بسبب معاكسة زحل لالكن كمل مع برش العذراء مولود برش العذراء هنالك عند مولود برش العذراء فكرة عابينشغل عليها هالفكرة بدموا تابعة يعني ما تفكروا انه القصة مننا لحالة رح تزبط بتتابعوها بيمشي حالة بتتسهل وبتتقدموا ما رح احكي عن الأربعة او بقيت قيام الأسبوع لازم تشوفوا الفيديو للأسبوع كتير حلو لكن بقلكم انه الأربعة رح بيطمن لكم بيلكم أكتر فالشغل يلي بتحطوه اليوم ما رح يروح ديعان واحد وثلاثين أب أغسطس واحد منتعش تسعتعش عشرين وواحد عشرين أيلول سبتمبر الأوفر حطان بنسبة لبرج الميزان ومع معاكسة الأمر لألك ما تخاف الجو فيه تحدي لكن منه سلبي بالعكس بيعطيك طاقة كتير كبيرة لما بيكون الإنسان فيه عنده عمل مهم لازم يكون جوه نوعية الوقت فيها طاقة عندكم طاقة كتير حلوة والمطلوب هو إنه تعدوا للعشرة إذا بدكن للخمسة وللعشرة كتير مهم كمان قبل ما تعملوا أي ردة فعل يعني لأنه عندكم طاقة كتير كبيرة وبالكن شوي أصير معقولة تنزعجوا من شخص ما فهمكم بسرعة ما استوعبكم بسرعة ما لبيكم بسرعة أو يمكن فهمكم غلط فطولوا بالكن الجو ليس سلبيا وفي أمل إنه الكل يلاقي حزوز خاصة مولود 24-25 سبتمبر كمل مع برش العقرب مولود برش العقرب اليوم هو يوم شبيه بيوم الأثنين تعب وركض ومتابعة ملاحقة لأمور وتلطيف الجو يلي فعلا كان شوي متعب وفيه مثل دوفوار مثل التلميذ اللي عنده شغل ودرسه كله فوق بعضه كيف يكون عنده الحصة اثنين ثلاثة كله نعطيه ونندروس فهيك بحس حالو مولودوش العقرب ملحوق ومزعوج شوي بتكونوا تطولوا بالكن هناك نوع من انفراج ملموس ملموس ابتداء من ساعة خمسة لعشر المساء توقيت بيروت الصيفي كونوا حذرين جميع الأحوال 31 أكتوبر 1 نوفمبر 20 الثاني بنت إلا برش القوس اليوم مولود برش القوس نهاره سعيد نهاره جميل نهاره بيعطي نهاره بيسهل نهاره بيسر وبيحمل جو مصالحة عاطفية وغير عاطفية الأجواء عند موليد برش القوس مشجعة جدا لإقامة علاقات أو لتوطيد علاقات أو لمد جسور اجتماعية ومهنية ورومانسية انتبهوا من بعض المعاكسات موليد 456 و7 ديسمبر كمل مع برش الشادي مولود برش الشادي الجو اليوم منو هالأده مشاربك بتفكروا انو مشاربك لكن الأمور تتيسر بتظبط تحلو وبيمشي حالة ورح بتلاقوا النتيجة غدا الأربعاء فموليد برش الجدي كملوا بعملكم بيشغلكم هتموا بحالكم بيصحتكم عطوه أكتر لما العيلة بتطلب أو مسألة شخصية بتطلب مش ضغرة تتزمروا طولوا بالكن هدوا عصابكن ورح يمشي الأمر بطريقة كتير حلوة والأربعاء رح بيكون عندكم فرح بعد أكتر من هيك فما تنزعوا 30 31 ديسمبر 17-18 كانون الثاني يناير الأكثر حظا والأكثر تعبا نسبيا 15-16 كانون الثاني يناير من تقل برش الدلو مولود برش الدلو الجو اليوم في كتير من الأفكار اللي بتروح وبتجي اتصالات رايحة جاية حركة كتير قوية بيركد وبتركد مولودة برشد الدلو لحتى يلح وكأنه رن الجرس رن جرس المدرسة الصف فالحلو إنه مولودة برشد الدلو اليوم ناشطين ناشطين فكريا وجسديا فما بنخاف عليكن أقوياء بمكانكن أقوياء مطرح ماء أنتو عطو اليوم وبكرة إذا بدكن ترتاحوا شوي أوكي كون حذر جدا 21-22 كانون الثاني يناير كمل مع برش الحوت مولود برش الحوت أجواء حلوي كتير اليوم حلوي لأنه ناشيطة حلوي لأنه بتأويك حلوي لأنه بتغنيك وإنت قادر وإنت قادرة تغنوا محيطكن بأفكاركن بحركتكن بمساعدتكن الأجواء عنكن بعتبرها إيجابية جيدة المصروف الاهتمامات المالية اللي عنكن كله بيمشي حاله يلي فقط لازم ينتبه لصحته لأنه معقول يكون في تسرع تهور وانجراف عند موليد 22-23 24 شباط فبراير بختم مع مولود اليوم بقل له لمولود اليوم أنه بنتظاره سنة سنة فيها تغييرات كبيرة لكن هالتغيير الكبير الحلو اللي أنتو بتكون هي يمكن يكون بحاجة لكفاءة أو مؤهلات زيادة إن كان شهادة إن كان خبرة إن كان ترينين فبتكون تنتبهوا على هيدا النقطة وتابعوا أخباركن الصحية العاطفية لأنه في مجال أن تتطور أيضا المهنية أيار مايو حزيران يونيو ستمبر وكانونتن يناير أفضل الأشهر ودعكن إلى اللقاء مع أبراج جديد باي باي